نفى التحالف العربي مزعى ميليشيات الحوثي بشان وجود قتلى في منطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية وقال التحالف بيان إن عشرات المهاجرين قتلوا في عملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة حتى نتهى ميليشيات الحوثي مؤكدا أن العملية الوحشية لميليشيات الحوثي جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين ونوه التحالف إلى أن قتل المهاجرين بالرقو تكرار لحادثة أحراق ميليشيات الحوثي مئات المهاجرين الأفارقة في مركز احتجاز بصنعاء ودعى التحالف الأمم المتحدة والمنظمات إلى تحمل مسؤولياتها في كشف انتهاكات الميليشيات الوحشية تجاه المهاجرين